رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في خطاب توجيه خلال مراسيم اختتام الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية ويؤكد الرئيس تبون على ضرورة التكفل بالمطالب الشرعية لكل منتسبي الصحة جواز التلقيح في الجزائر هذا ما عليك معرفته بالتفصيل غلق قنصرية الجزائر في مدينة ليون الفرنسية اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راح نعرف كل تفاصيل هذه العنوين بعد قليل مرحبا بكم في قناة حرية تيب معكم الأخت حرية مرحبا بكل من دخلها على هذه القناة اللي مش مشترك نقول له يشترك واللي مش مشترك بارك الله فيكم على الدعم التاركم وعلى تعليقكم الشابة كما انتوما نروح مباشرة للتفاصيل ما تنسوا بارك البرتاج مع أخوتكم وخاوة واخوتتكم باش تعم الفائدة ودعم للقناة كذلك أول لقطة راح نبدو بها هي فرض تقديم جواز التلقيح بكل الوسائل بما في ذلك القوة العمومية نشير في الجريدة الرسمية في عددها الأخير من سنة 2021 مرسوم تنفيذ يتضمن إحداث جواز التلقيح في البلاد وجاء في نفس العدد رقم 9 مواد تفرض على المواطنين إظهار جواز التلقيح في الأماكن العمومية وعند الدخول إلى التراب الوطني أو الخروج منه ووفقا لنفس المرسوم فإن جواز التلقيح يسلم من طرف السلطة الصحية المؤهلة كما يحدد نموذج جواز التلقيح وخصائصه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة في حين يخص هذا الجواز أي شخص يبلغ عمره 18 سنة فما فوق إلا أنه يمكن مراجعة شرط السن بناء على اقتراح السلطة الصحية المؤهلة بعد رأي المجلس العلمي لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كما تفرض مصالح المراقبة الصحية عند الحدود تقديم جواز التلقيح عند الدخول إلى التراب الوطني أو الخروج منه بالإضافة إلى تقديم الجواز عند الدخول إلى الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور والتي تجري فيها المراسيم والحفلة والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو الاحتفالي بما فيها الملاعب وقاعات الرياضة والأماكن التي تحتضن لقاءات مؤتمرات وندوات وقاعات السينما والمسارح والمتاحف والحمامات وقاعات الحفلة وغيرها وشدد المرسوم في مادته السابعة أنه يتعين على مسؤولي ومسيري الفضاءات المذكورة ضمان المراقبة، الدخول وفرض تقديم جواز التلقيح بكل الوسائل بما في ذلك اللجوء إلى القوة العمومية إخواني أخواتي، اروحوا للنقطة الثانية وهي غلق قنسولية ليون بعد ما حقيت لكم اليوم صباح فيديو فيما يخص غلق القنسولية تع بريكسل جاء دور قنسولية ليون، غلق قنسولية الجزائر بليون بسبب تسجيل إصابات بكورونا وسط الموظفين قررت القنسولية العامة للجزائر في فرنسا غلق مقرها استثنائياً ابتداء من يوم الثلاثة 11 جنوبي إلى غاية السبت 15 جنوبي وأفاد بيان صادر عن القنسولية أن سبب الغلق الاستثنائي يعود إلى تسجيل إصابات كورونا وسط الموظفين وكشفت القنسولية الجزائرية في ليون أنها تتقدم باعتداراتها عن الإزعاج الذي سببته هذه الحالة وسيتم إنشاء نظام واجب خلال هذه الفترة للاستجابة للحالات الطارئة فقط رب يجيب الخير يا خابتي أخواتي والله الحالة رهي ما تعجب رب يجيب الخير نروح الآن إلى خطاب رئيس الجمهورية سنقرأ لكم بكلمة كلمة هكذا باشتفهموا رئيس الجمهورية سيد علم مجيد تبون في خطاب توجيه خلال مراسيم اختتام الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية أقدم لجميع العمال قطاع الصحة أسمى عبارات التقدير عن جهودهم المضنية وتعازل خالصة لكل من فقدناهم خلال الوباء هذه هي كلمة رئيس الجمهورية أدعو الجميع إلى التجند لعملية التلقيه ضد الوباء لأنها المنفذ الوحيد للخلاص منه نحن ملتزمون بتنفيذ توصيات الملتقى خاصة ما يتعلق بالجانب المادي لعمال قطاع الصحة وذلك قبل نهاية 2022 آن الأوان لتنفيذ كل المطالب الشرعية لقطاع الصحة رغم الانتقادات التي يواجهها القطاع فقد أدى ما عليه وأقولها برأس مرفوع المنظومة الصحية الجزائرية من أحسن المنظومات في إفريقيا في مجانية العلاج وتمدد الشبكة الصحية إلى أبعد نقطة في البلاد لا ينبغي الجهود فالقضاء على الأمراض القديمة التقليدية كان بفضل الأطباء الجزائريين إصلاح المنظومة الصحية يمر عبر مراجعة التنظيم الحالي وثقى طموح الجزائريين إصلاح المنظومة الصحية يكون مرحلي حسب القدرات المالية للدولة باشتراك كلي لأهل القطاع هناك تبذير للأدوية وينبغي القضاء سريعا على هذه الظاهرة أطباء الجزائر من أحسن الأطباء في العالم ويستحقون مراجعة جذرية للمنظومة الصحية التي يعملون فيها وأعلنوا وأعلنوا أمامكم التزام بالإصلاح الجذري بدءا من هذا العام الأمل في الحياة من بداية الاستقلال قفز من معدل 54 سنة إلى 78 عاما للنساء و76 للرجال حاليا ولكن لا أحد يذكر هذا التقدم من الجزائر لسنا الأفضل طبي في العالم ولكننا لسنا آخر منظومة صحية كما يحاول البعض الترويج له بعض المتربصين بالجزائر كأنهم من كوكب آخر أصبحوا يصورونها بسوداوية ويدعون بأن المواد الغذائية منعدمة على رفوف المتاجر هذه هي يا أخوتي أخوتي كلمة الرئيس الجمهورية يعني باختصار هذا وش نوه لي هذا وش أهدر إخواني أخوتي على المنظومة الصحية وفي الفيديو القادم إن شاء الله راح نحط لكم كلمة السيد وزير الصحة في هذا الملتقى إن شاء الله بس كل الفيديو هذا جا شوية طويل ما نقدرش ندير لكم تفوت وي مينوت بس طويل عليكم بزيف ويجي وتكرهوا هكذا باش متملوش ندير لكم فيديوهات ما دي باسيش الويت مينوت إن شاء الله فالا إخواني أخوتي هذه يا ربي جيب الخير إن شاء الله وربي كون الخير في بلادنا وعبادنا ربي يحفظ شعبنا وربي إن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء والبلاء وما تنسوش تشوفوا لي فيديو اللي حطيتهم لكم يعني فيديوهات مهمة جدا على الرحالات المؤكدة والمضمونة باش تعرفوا وينها من الرحالات اللي تريزار بي فيهم حطيتهم لكم بالتدقيق بلادات ونقولوا منطقة الانطلاق بلد الانطلاق وبلد الوصول من وعي للجزائر وكل الدول إن شاء الله نكون إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الفيديو وش نقول لكم خاتر فتاتين تلا في رواحكم تلا في صحتكم وبون كوراج إن شاء الله وبداية أسبوع موفقة بحول الله للجميع وبقوا على خير والسلام عليكم